تعالى نبدأ نتكلم على لينز رول الديفنيشن بتاعها بيقول لي ان يعني ايه يعني لازم الكهرباء اللي هتتوجد دي عدت صنع وتتخلق جوه السلنايد لازم تمشي في اتجاه يحاول يلغي التغير اللي بيحصل التغير يبت الزبط الانتشينج اللي عندك هيكون حاجة من الاتنين يم يعني يم نتكريزنج يعني يم انت بتحاول تزاود المغني فيلد فالكويل يحاول يعمل عكسك ويقللها يم انت بتحاول تعليل فهو يحاول يزاود عكس ام انت بتعمل طيب ايه كلمة انكريز ودكريز دي هتتمثل في ايه في حالة انك تقرب او بتبعد يعني مثلا في حالة ان انت بتقرب من السلنايد كونك بتقرب انت كتب تعمل انكريزنج للفاي. بتزود المجنيد الفيلد على الكويل. الكويل كان قاعد في حاله مفيش اي مجنيد الفيلد جنبيه. في مجنيد الفيلد الزهر وبيقرر بينه. بيزيد منه عليه. طيب فيبدأ السنوني دي يعمل ايه? يقاوم التغير. فيعمل ايه? يحاول يقلل الفيلد. طب يقلل الفيلد ازاي? يبعدوا عنه ازاي? فيبدأ ان هو يعمله هنا نورس بول وهنا يكون في ساوس بول. واستخدام في تشابتر تو. الثنبة هو نورس. هتشاور في التجاهة نورث. وتفرض صابعك. يبقى فعلا الكهرباء طالع. يبقى ازا لما انت بتحاول تزود الفيلد. الكويل بيحاول يقلل الفيلد. طيب تعال انجرب الناحية التانية. لما انت تمسك الماجنيد وتبدأ تبعده عن السلينويد. انت كده بتعمل حاجة اسمها ايه? للفيلد. بتقلل بتبعد عنه. فيبدأ السلينويد ان هو يزود الفيلد. فيعمل ايه? ياتراكت السلينويد التاني. يشده تانى عشان يزود الفيلد. فيعمل هنا ساوس. ويعمل هنا وبالتالي ثم مع نورس بك عربة نزلة. يبقى دايما بيتقول لي ان دوت دوت. خد بالك انهم قالش بيييييييي discourage المjadi piece مش عشان مسلا هي هنا اه طب انت عندك هنا كانت نورس وعملتها نورس فاهم? فانت لازم تفهم hanging travail قوي سوي ان هو بيييقام التغير اللي بيحصل. فلو كان التغير ده في الفي هو يحاول يعمل في في الفاي. لو كانت تغير في الفاي هو يحاول يعمل في الفاي. دايما عكسة كده. طيب 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 نجرب البول التانية في حالة ان انا بقرب. اه اللي يحصل. انا بقرب بقرب عليه فانا كده بعمل هو ما يهموش يا نورس ولا سوس ولا النظام هو يهمو انت بتعمل للمجلنج فيلد. فكده المجلنج فيلد بيزيد. انك بتقرب منه. فيبدأ الكلام ده. فيعمل للفيد. يعمل العكس. فيبعد عنها ازاي? يزوءها بيدي ازاي? هي فيعمل لها ايه? وهنا يبقى في نورس وسط امبير نورس هنا يبقى صباك نزلة. اخر واحدة. لو انا ببعد نفس التفكير برضو انا كده بقلل من المجلنج فيلد فيبدأ سلنويد انه يزود عنطري انه يعمل هو بيبيد عنه فيحاول يشده. فايزا يعمل له هنا. وتبقى الكهرباء طلعا. احنا ممكن ان احنا نحاول نلخصها في كلمتين. اكتبها عندك ان في حالة لما تيجي تدخل المجلنج جوه الكويل بيحصل عملية طب ولما تيجي تعمل يعني تبعدوا عنه او تسحبه بايد تمشي تبعد لما تعمل يبدأ يحصل حالة وتفر بقى لنورس وسط بقى دي الرول اللي احنا هنمشي عليها. يبقى لما تيجي تقرب المجلنج من الكويل الكويل يحاول يبعده. تيجي تبعد المجلنج عن الكويل الكويل يبدأ يحاول يشد لايه? المجلنج تاني. كنا اخدنا في شابتر تو. حاجة اسمها اللي رجع لها في شابتر تو. هتلاقيها مرسومة عندك انه لما يبدأ الكويل يلف او في الكويل يلف فهو بيعمل ولما يلف بيعمل كنت اقول لك ساعتها ان احنا نحتاج ده في شابتر سري فهدلوقتي نجي يوقتها. فهنا مسلا لما يجي اقرب مجنت نورس بول. اه فولينج انتو السيركتر كويل. لابا انا عندي حلقة مدورة كده بيقع جواها مجنت. هو نازل ده نورس بول مسلا ونازل كده. فيبدأ الكويل من هنا من الوش كده يعمل نورس بول. ومن تحت يعمل ساو سبول. طب ولو انا ببعد النورس الكويل كالعادة هيحاولي اتراكت. فيعمل ساو سبول. طب في حالة ان انا كنت بقرب او ببعد ولكن الكويل عندي اوبن سيركت زي في اخر واحدة كده. اوبن سيركت هنا بنقول ان موجودة في في ولكن مفيش اي انديوزد. عندي بس ما عنديش كهرباء. زي ما قلنا احنا عشان نبقى عندنا قولنا في شابتر وان محتاج تلات حاجات. اول حاجة سورس اف انرجي كوندكتف ماتيرييل كلوزد سيركت. فدي مش كلوز سيركت دي اوبن. فالكارنت مش هعرفي عدي. وبالتالي ما عندناش اي انديوزد. يبقى جوه الكويل المعتمد على ايه? يعني هيكون طالع او نازل بناء على ايه? كهرباء اللي تواجدت جوه دي. طالع او نازلة بناء على ايه? او مش هتواجد اصلا زي هنا مثلا ده انا سابل مجنة تسابت مكانه. اه ما بيتحركش. زي ما شدتنا في في اول فيديو خالص. لازم يبقى كل بيتحرك او لازم الماجنت يبقى بيتحرك واحد فيهم بيتحرك. كل الكارن دي معتمد اقولنا على حاجة اسمها الحركة النسبية. ما بين مين ومين الماجنت والكويل. انه لازم يكون في واحدة يوم بتحرك. يبقى اللي كانت موجودة في فرديز لو. يبقى لو نكتب الايه ما في ايه? دلتا وفايع دلتا تيه. الناجتف ده كان موجود ليه? بيقول بيقاوم الماجنتيك فيلد اللي اصلا عمل الكهربا دي. يبقى الكهربا الانديوزد هتقاوم الماجنتيك فيلد اللي هو اصلا عملها. تعال نشوف اجزامبل زينا نمبر وان. تعال ايه في الكي الاول? لما في الكي الكهربا تخرج من. تبقى نازلة كده. ده اتجاه الاي انا هسميها اي اتجاه التحت. طيب. وانا ببعد الماجنت. قلنا بيحصل ايه? لما بنبعد الماجنت بيحصل فيبدأ الماجنت ده يعمل هنا عشان يشد الساوس بول دي نحيته. طب ويعمل ده ازاي? يخلق اجواء كهربا يصنع اجواء كهربا اسمها تكون برضو هي كمان ايه? ده سابق مع الكهربا. هتلاقي ان الكهربا برضو ايه? نزل. يبقى ازا عندي او اي برضو نزل. فكده اللمبة دي بقى معدي فيها كام كهربا? اتنين. كهربا الاصلية. والكهربا اللي تواجدت نتيجة بتاع الماجنت او ان الماجنت بيبعد عن الكويل الحركة دي او وجادت جواه اندوكشن. فطلع ان الاتنين في السم ديراكشن. صدفت كده في المسألة دي. فاضاءة اللمبة هت ايه? هتزيد بشكل يعني هتزيد لحظيا وترجع تاني للاضاءة اللي كانت فيها. هنا اعزي يعرف اتجاه الكارينت والماجنت بول عند اه اه الترمنال ايه? طيب النورس بول. انسرت او فولنج ثروز التلينويد. فهنا انا بقرب بعمل فيبداي يحسن فهنا لازم يكون في نورس. لازم يكون على الناحية دي نورس. هو الناحية دي ساوس. يبقى الترمنال ايه? فيها ساوس. يبقى ليجابها هتكون? يا اما بيه يا اما دي. طيب باستخدام هرفع ايدي لفوق كده. يبقى كهارب رايحة ازاي? رايحة في ده. لما تكمل مع كهاربها هتلاقيها ماشية من الوان للتو. فهاختار من جوة الجالفانو. جوة الجالفانو ماشية من الوان للتو. مليش ده انه جوة كويل ماشية من طول الوان رايحة كده. مش مهم? هو بيسألك على الجالفانو. جوة الجالفانو كهارب مش ازاي? من للتو. طيب. هنا نفس الكلام الماجنت بيقع. طيب بيعمل بيعمل فهيحسف فهو يعمله هنا ايه? طيب واحنا متفقين لما يعمل كهارب تلف ازاي? قولنا لو هيعمل الكهاربه بتلف في كلوك. يبقى الكهاربه هنا مش كده? طيب فين الوان اتفاقنا في شابتر وان ان الكون هو داخل بيقابل هنا والنجا في هنا. يبقى من البي هاير في البوتينشل وهاير في الفولتج ذان ايه. يبقى في بي اعلى من البي ايه. يعني البي ايه اقل من البي بي. باختار للزان. طيب هنا نورس بول انسورتد او للكابر كويل. مخصد داخل عليها كده. فيبدأ يحصل فيعمل هو كمان ايه? نورس بول. هو نورس يتغيره عشان يبعد عنه. فنختار في نوع تاني من لينز رول عايزك تكتبه عندك او ترسمه عندك في المنزمة اللي ان هو مش موجود. اه ان يجيب لك المرسوم كده. وحصلت الكويل ويبدأ يقول لك والله المجنيتك فيلد اللي عندي ده مع الوقت. او يقول لك ان هو مع الوقت. يبدأ يزيد او يبدأ يقل. فيبدأ الكويل يعمل ايه? طيب بقى نفكر فيها كده احضاعات. الضائرة الزرق ادي ده الكويل. طيب المجنيتك فيلد اللي بيزيد. احط بالك ان هنا مفيش ولا نورس ولا ساعدة. هنا انو اوت. طيب لو جاتلي ان هي انو اوت هتصرف ازاي? لازم هكون فاهم الرول كانت بتقول ايه? ان الكويل بيقاوم التغير. فلما المجنيتك فيلد بيزيد هو يحاول ان هو يقلله. ولما المجنيتك فيلد يقل هو يحاول انه يزوده. عكس بعض. فاول سؤال او خالص. قال لي المجنيتك فيلد اتجاه هنا هيكون عامل ازاي? تعال نشوف. والله المجنيتك فيلد بيزيد. هو اللي يقل. طب الكويل يعمل ايه? طب المجنيتك فيلد بيزيد. فهيبدأ الكويل انه يحاول يقلل المجنيتك فيلد. يقلل المجنيتك فيلد ازاي? يعمل عكسه. يعمل اوت. يعمل عشان يبقى عكسه ويضعيفه. طب وعشان يعمل مجنيتك فيلد اوت. يمشيك اهربة عاملة ازاي? باستخدمة امبير عشان يعمل اوت يلف انتي كلوك. يبقى حمشيك اهربة. انتي كلوك بالمنزر ده. طيب فهمتش جديد? يعني نخشها لها ده ونجرب. كلهم زي بعض نفس الكونسبت. هنا المجنيتك فيلد بيقل. فالكويل يحاول يزوده. طب يزوده ازاي? الاكسات عملت ايل. فهو يعمل ايه? يدي له اكسات اكتر. يعمل اكسات هو كمان. طبعه ما الاكسات بتقل? يحاول يزود في الاكسات. طيب يعمل اكسات ازاي? يعمل مجنيتك فيلد ازاي? باستخدام يعني كلوك وايز. فهينو شيك اهربة? عشان يحاول انه يزود المجنيتك فيلد اللي كان بيقل ده. اكي? طيب الحالة التالتة. يقولك في السؤال المجنيتك فيلد دوت تاني او يقولك انه هو مو مفيش احتمال تاني. مو مقولك تشينج يعني كريز خلاص. طب ولو نوت شينج مو اتفقنا. لازم يكون فيه عشان ما فيه فالفارييشن ده ياما في الفيلد ياما في الفيلد. فهنا في السؤال هو المجنيتك فيلد اللي لما الكويل محضوط فيه وبيزيد. طيب احنا هلنا ان الكويل لازم فالدوتس دي عملت زيد. فيبدأ الكويل انه يحاول يقللها فيعمل عكسها. يعمل اكسات. عشان يحاول يضعف المجنيتك فيلد لانه هو اصلا بيزيد. فالكويل مش عاقبه الكلام ده يحاول فيحاول يقلل الفيلد. طب ايه الوسيلة انه يقلل الفيلد? انه هو يعمل عكسه. وعشان يعمل لازم يلف. يبقى همشي كهرباء. كيس نمبر فور. الكلام ده كتابه عندك. الفور كيسز يكتابه ما عندك. كيس نمبر فور دي بتقل هو اللي لك في السؤال. المجنيتك فيلد بيقل. فالكويل يحاول تعمل المجنيتك فيلد بيقل. يبدأ ان الكويل يحاول يزود المجنيتك فيلد. طب هي دوتس وعملت قل. فيبدأ يديله دوتس اكتر. يبدأ يعمل هو كمان دوتس ويساعده. فيعمل دوتس. وعشان يعمل دوتس لازم يبقى في اللي يبقى ايه? عشان يبقى اوت يمشي كهرباء ازاي باستخدامة من شابتر دو. دول المفروض يعني اصعب اربع حالات. اللي فات كان سهل ده هو لانه خلاص ممكن حتى اسوأ الظروف هتلجأ انك هتحفظها في حالة بيحصل في حالة بيحصل لما يعمل له لما هي بعد بحالة ان هو بقى. لما حالة انك لازم تكون تفاهم لانزرل بيكلم في ايه? واطبقها ازاي? ان الكويل بيقاوم التغير مش بيقاوم الان والاوت مش بيقاوم النورس والساوس هو بيقاوم يعني لما المجنيد فيل يزيد هو يحاول يصغره لما يحاول اقل او لما المجنيد فيل يقل هو يحاول يزوده. تعالي نشوف كده الكامس نمبر فايف بيقول لي المجنيد فيلد تاندي تو انكريز المجنيد فيلد اللي قدامي ده عمالي يزيد مع الو اتجاه الكارنت اللي في السيركت او السوري الكارنت اللي في السيركت هي انكريز ولا دي كريز ولا نوت شينج طيب تعالي نشوف الاول الباتري هي موجودة فهي مخرجة كهربا مشي في الاتجاه ده. مشي كده. طيب تعالي نشوف التغير في المجنيد فيلد ده اكيد حينتج عنه اندوكشن. تعالي نشوف الاندوكشن اللي هيحصل هيبتجه عامله ازاي. الدوتس دي عمالة تزيد. بطريقة ما هو عمال يزود فيلدوتس. فيبدأ الكويل هو فين الكويل ده مستر اللي هو النص لفة اللي قدامك دي. ده الكويل. هو ده الكويل. طب يبدأ الكويل يعمل ايه? تنميل مجنيد فيلد بيزيد. هو يقلله ازاي? هو دوتس وعمالة تزيد. فيقللها انه يعمل عكسه. فيعمل ايه? اكسات. وعشان يعمل اكسات يمشي كهربا ازاي? كلوك. فيمشي كهربا ده. يعني عكس الكهربا الاصلية بيبقى اضاءة الكهربا اضاءة اللمبة لو كانها فيه لامبة مثلا اضاءة اللمبة او اللي في السيركت يقل. طبعا بشكل اللي يلاحظي وهيرجع تاني. يعني اي بيحصل في المساء اللي عندك بيبقى اللي بس. لو كانت لضاءها تزيد فبتزيد بشكل لحظي ترجع تاني. ولو كانت بتقل بتقل بشكل لحظي وبترجع تاني لغضياتها طبعية. بيقول لي عندك نورمال لانه المجنيد فيلد دوت بيبدأ ان هو كل الاكسات اللي قدامك دي عمالة تقل بالتدريج. فيبدأ الكويل اللي قدامنا انهي كويل برضو اللي هو ده المربع ده سلكمربع. طيب يبدأ ان هو هيعمل ايه? طيب ما الاكسات بتقل? فهيحاول ايه? يزود. فيعمل هو كمان ايكسات. طب عشان يعمل ايكسات يمشي كهرباء ازاي? باستخدار امبيرا تاندرون. فالكهرباء هنا مشي كلوك وايز. طيب هاتلي بقى كده ايكس وي برا رسمة. ادي وي اهو. ودي ايكس اهو. الكهرباء في ايكس نزلة. والكهرباء في وي طلعها. بيقول لي السلكين اللي قدامك دول. هيحصل بينهم ايه? واخدين في شابتر 2 ان لما يكون فيه يحصل بينهم يبدأوا ان هم اللي اتنين يزوءوا بعض بيدعم بعض بنفس يبقى تيكس بلايس. سؤال هاتجله للحصل الجاية. هاتجله للجزء بتاع ميتشن الوكشن عشان هنجوه بطريقة اسرع. ولكن افكر فيه لغاية ما نوصل للحصل الجاية.